ثلاثون مادة أقرها مجلس النواب لتعديل الدستور الأردني بالأغلبية وهكذا بدأت أولى الجلسات عراق وفوضى بعد طرح أول مادة للتعديل بإضافة كلمة الأردنيات بعد الأردنيين والتي شكلت جدلاً واسعاً تحت القبة أنا مع هذا التعديل منذ البداية ويمكن أنا تابعت كثير وقرأت كثير من الدستور العربية الإسلامية وليست الدستير الغربية هذه الإضافة هي إضافة معنوية تكريم للمرأة وهي رسالة أنا بتحدى دستور الأردني يمتاز بإكرام المرأة وهذا إهانة للدستور وكان الدستور الأردني لا يحترم المرأة بعدين الأردني والأردني لا قيمة لها لأنه غلو ما دام يدلك لغو ما دام بتقول لغو ليش تضع بالدستور لا يجوز اللغو بالدستور ومن أبرز التعديلات كذلك الموافقة على إنشاء مجلس الأمن القومية الذي يعينه ويدعو لاجتماعه الملك أو من يفوضه دون العودة للحكومة وهو مجلس يختص بالسياسات الخارجية إنشاء هذا المجلس هو الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية أيضا بناء القرارات الاستراتيجية والسيادية بين أذرع الدولة كاملة الأمنية والسياسية للحفاظ على استقرار السياسة الخارجية والإقليمية تحديث المنظومة السياسية التي دعا إليها العاهل الأردني من خلال اللجنة الملكية وعلى مدار شهور أوصت بتعديلات دستورية تمهيدا للوصول إلى حكومات برلمانية وحزبية بالإضافة إلى تعديلات مست محاكمات الوزراء وعدم السماح بالجمع بين العضوية في مجلس الأمة والوزارات وكذلك مكافحة الفساد مع تعديل على سن الترشح للبرلمان ليكون خمسة وعشرين عاما مجلس النواب يقر التعديلات الدستورية لعام الفين وواحد وعشرين بوقت قياسي في مساعن لتطوير وتحديث المنظومة السياسية ومواجهة التحديات في المرحلة القادمة كما تقول الحكومة يوسف البستنجي الغد عمان موسيقى